السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة الثالثة بعنوان كيف يؤثر نظامي القذاء في جسمي أهداف الدرس يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يعرف دليل القذاء القطري تعريفا صحيحا ثانيا يقارن تأثير اتباع نظام قذاء صحي ونظام قذاء غير صحي على جسم الإنسان أحبائي الطلاب ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ بالفعل تعلمنا أربع أنواع للتمارين الرياضية منها تمارين القلب والأوعية الدموية وهي مفيدة للقلب والرئتين والدورة الدموية وكذلك تعرفنا على تمارين القوة والتي تساعدنا في تقلية العضلات وأيضا تمارين المرونة والتي تحافظ على مرونة الجسم وقوته ولا ننسى أيضا تمارين التوازن التي تساعد الجسم على التوازن أعزائي الطلاب هيا بنا نبدأ درسنا من خلال مشاهدتنا لشريط مصور نعبر عن نمط غذائي غير صحي ونقيم هذا النمط الغذائي لاحظوا الأطعم الغير الصحية كالمشروبات ومختلف الحلويات التي تؤثر على صحتنا خلال تناولها عزيزي الطالب افتح صفحة 186 من الكتاب المدرسي لتجيب عن بعض الأسئلة ماذا تمثل الصورة التي أمامك؟ أجل غذاء صحي وغير صحي اذكر أمثلة على الغذاء الصحي والغير الصحي من الصورة بالفعل غذاء صحي هي الخضروات بينما الغذاء الغير صحي هي الشوكولات حسنا وكيف تحسن نمط حياتك الغذائي؟ قد يكون من خلال اتباع نظام غذاء صحي أو من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام؟ هيا من أعزائي الطلاب نتأكد من صحة توقعاتنا خلال سير الدرس عزيزي الطالب ماذا تمثل هذه الصورة؟ فكروا قليلا أحسنتم إنه يمثل دليل الغذاء القطري والذي يساعدنا من خلاله على اتباع نظام غذاء صحي أحبائي الطلاب نريد أن نستكشف مكونات دليل الغذاء القطري نعم يتكون من عدة مجموعات أولا مجموعة الحبوب والخضار النشوية ثانيا مجموعة الخضار ثالثا مجموعة الفاكهة رابعا مجموعة البقوليات خامسا مجموعة الحليب وسادسا مجموعة الأسماق واللحوم والدواجن والبيض عزيزي الطالب عليك الآن أن تكمل الجدول المتضمن في هذا النشاط حيث تكتب أطعمة من كل مجموعة من المجموعات الممثلة في دليل الغذاء القطري رائع جدا هيا نراجح الإجابات معا نعم الجسر مثال عن أطعمة مجموعة الخضار بينما القمح من أطعمة مجموعة الحبوب أما التفاح من أطعمة مجموعة الفاكهة واللبن من مجموعة الحليب والدجاج من مجموعة الأسماق والدواجن واللحوم والبيض أما الفول من مجموعة البقوليات وأخيرا البطاطس من مجموعة الخضار النشوية إجابات رائعة ولكن يتبادر في ذهنك سؤال يا ترى ما هو؟ ما الفائدة من اتباع نظام غذاء صحي؟ أجل رائع يقصد بوجبات غذائية متكاملة من جميع المجموعات بكميات مناسبة خلال اليوم السؤال الذي يليه بماذا أوصى الدليل الغذاء القطري؟ رائع تناول الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والمذور كما يوصي بتناول كميات قليلة من اللحوم والأسماك والدواجن عزيزي الطالب أوقف الفيديو وناقش معلمك عن هذا الملخص عزيزي الطالب انتقل الآن إلى صفحة 193 من الكتاب المدرسي لتجيب عن سؤال رقم أربعة والسؤال كالتالي أي من هذه الأطعمة تتناسب مع مجموعة الحليب ومنتجات الألبان وبدائلها؟ فكر قليلا رائع الإجابة باء الزبادي السؤال الذي يليه ماذا نقصد بدليل الغذاء القطري؟ إجابة رائعة وجبة غذائية متكاملة من جميع المجموعات وبكميات مناسبة خلال اليوم عزيزي الطالب من خلال ملاحظتك للصور المرفقة صفحة 188 من الكتاب المدرسي عليك أن تسمي المواد الغذائية الصحية والغير صحية في الجدول رائع من الأغذية الصحية الفشار الجبن الأفوكادو والمكسرات بينما الأغذية الغير صحية كما تراها في الصورة هي الشوكولاتة الحلويات رقائق البطاطا والمثلجات بعد أن قمنا أعزائي الطلاب بتسمية الأغذية الصحية في النشاط السابق علينا أن نجيب عن تساؤلنا وهو للمحافظة على صحتنا هل يكفي فقط تناول الغذاء الصحي؟ دعونا أحبائي نشاهد هذا الفيديو الذي يساعدنا في التوصل إلى الجواب الصحيح محمد يعاني من السمنة فسببت له آلاما في المفاصل وأسفل الضار نصحه زملائه باتباع حمية غذائية للحصول على جسم سليم بدأ بتناول طعام صحي مارس الرياضة بشكل دوري بعد شهرين الغذاء الصحي وممارسة الرياضة تمنحك جسما مثاليا خاليا من الأمراض الآن ما هو الجواب الصحيح؟ نعم نحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام للتحكم في أوزاننا ولتقوية عضلاتنا وعظامنا عزيزي الطالب أطلب منك الآن أن تفكر في إجابة السؤال المعروض أمامك ما الآثار المترتبة على تناول الغذاء الغير الصحي؟ أجل يؤثر تناول الغذاء الغير الصحي لمدة طويلة على جسم الإنسان مثل أمراض القلب وداء السكري وسوء التغذية وكذلك يؤدي إلى السمنة وإلى مشاكل صحية عزيزي الطالب لدي سؤال في غاية الأهمية ما الأطعمة التي يجب أن نقلل منها من المحافظة على صحتنا؟ استعن بالصور التي أمامك التي تساعدك في اكتشاف الإجابة الصحيحة رائع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون عزيزي الطالب تأمل الأسئلة المعروضة صفحة 189 من الكتاب المدرسي ثم أجب عنها ما الآثار المترتبة على تناول أطعمة غير صحية لمدة طويلة على جسم الإنسان؟ نعم يؤدي إلى مشاكل صحية مثل سوء التغذية والوزن الزائد وداء السكري وأمراض القلب إجابة صحيحة السؤال التالي أكمل العبارة الآتية الأسباب التي تجعل هذه الأطعمة غير صحية هي احتوائها على كمية كبيرة من رائع السكريات أو من الأملاح أو من الدهون إجابة صحيحة انتقل الآن عزيزي الطالب إلى صفحة 190 من الكتاب المدرسي لتقوم بإجراء النشاط رقم 3 والسؤال كالتالي كيف يمكنني أن أشجع الناس على اتباع نظام غذائي صحي؟ لنجيب عن هذا السؤال دعونا نستمع إلى الحوار الذي دار بين حمد ومعلمه ما رأيك يا حمد أن نشجع الناس على اتباع نظام غذائي صحي؟ وكيف يتم ذلك؟ أبناء الطلبة عليكم عمل لوحة حائط أو عرض تقديمي أو مطوية عن النظام الغذائي الصحي والذي يظهر كيف يحافظ النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية على صحتنا وكيف يؤدي النظام الغذائي غير الصحي وقلة التمارين إلى مشكلات صحية بإمكانك عزيزي الطالب أن تقوم بإيقاف الفيديو لتناقش معلومات الملخص مع معلمك عزيزي الطالب توجه الآن إلى صفحة 193 من الكتاب المدرسي لتقوم بحل سؤال رقم خمسة والسؤال هو إن اتباع نظام غذائي صحي هو إحدى الطرق للمحافظة على صحة جيدة صف طريقة أخرى للمحافظة على نمط حياة صحي؟ نعم ممارسة الرياضة بانتظام للتحكم في أوزاننا ولتقوية عضلاتنا وعظامنا إجابة رائعة عزيزي الطالب أوقف الفيديو وناقش المعلومات المتضمنة في هذا المخطط مع معلمك أعزائي الطلاب سنختم درسنا من خلال حل سؤال رقم ثلاثة المتضمن صفحته 192 من الكتاب المدرسي أكمل الجمل الآتية باستخدام المفردات من صندوق المفردات هيا فكر في إجابة هذا السؤال نعم من أجل المحافظة على نمط حياة صحي من المهم اتباع نظام غذائي صحي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد النظام الغذائي الجيد ممارسة التمارين الرياضية على التحكم في الوزن وتقوية العظام ويبقي العضلات صحية قد يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي وعدم ممارسة التمارين الرياضية إلى مشكلات صحية والوزن الزائد وداء السكري إجابة صحيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في الحصة القادمة إلى اللقاء